يسعد أوقاتكم كل خير متتبعي قناة عالمي بلمسة خاصة اليوم إن شاء الله بدي أخذكم شوي على المغرب أتكلم معكم عن عادة بتنعمل في هاي العشر أيام الأخيرة من رمضان لغاية تقريباً ثالث يوم العيد العادة هاي مخصصة للأطفال تشجيعية بتخليهم يتشجعوا أكتر إنهم يحبوا يصوموا فبالأيام هاي بنعمل عرس يعني فرحة كبيرة للأطفال اللي بيصوموا بنعمل ليهم عرس صغير مثله مثل العرس اللي بيقام اللي بنعمله للكبار بصراحة هذا الشيء كتير يعني حلو هما بيكون مبسوطين وفرحانين إنهم صاموا بنعمل إلهم الحنة وبنعمل إلهم أزياء تباع العروس فبيكون فيه أماكن بتفتح بتعمل نفس التقوس تباع العرس بكل ما فيه بالإشي اللي بنسميه إحنا العمارية وبكل شيء وبيكون فيه تصوير وبتطل هاي الصورة ذكرى لهذا الطفل إنه صام بهذا اليوم بصراحة هي شغلة حلوة بتخلي الولاد هيك يعني يتباهوا ويتفخروا إنهم ما صاموا يعني وبيحبوا إنهم يوصلوا لهاي اللحظة بنطعميهم حليب وتمر أول ما يصوموا يعني أول ما يفتحوا صيامهم هاي مقتطفات من الحنة والآن راح تشوفوا معي مقتطفات من طريقة تزيين الصلاة في المغرب رهيبة جدا فحتى هاي الصلاة بتتحول إنها تعمل هذا العرس لهاي الأطفال الصغار ويفرحوا ويحسوا حالهم يعني إنهم عملوا إشي كتير كبير هاي الصلاة عندنا بتكون بالشكل هات والأطفال بيكون في أزياء بألوان مختلفة مبهجة جدا كل واحد بيختار اللون اللي بدو ياه وبيختار شكل اللباس اللي هو بدو ياه يعني لما أقول شكل اللباس اللباس عندنا لباس خاص بكل منطقة في المغرب يعني مثلا دار بيضاء الرباط، وجدة، فاس، مناطق الشمالية، المناطق الجنوبية، الشرقية، الغربية يعني كل منطقة بتمتاز باللباس معين فرح تلاقي أحيانا حتى لو اللباس يتشابه ما بين منطقة ومنطقة إلى أنه الأكسسوار يخليك تعرف أنه هاي لهذا اللباس اللي العروس لابساه من أي منطقة فسبحان الله يعني أنه كل منطقة بتمتاز بشغلة معينة إن كانت في الجواهر أو إن كانت في اللباس وطريقة ارتداءه اللي بتشوفوها معي الآن هي العمارية بنرفع عليها الأطفال فبقول لك هما بيكونوا كتير مبسوطين أنه هما محمولين ومعمول إلهم هذا العرس كله بسبب الفرحة أنه هما صاموا وغالباً كمان لأنه عيد الفتر عندنا بالمغرب بيكون ارتداء الملابس التقليدية الصبح لما الأطفال يروحوا مع أهلهم على المسجد على الصلاة العيد صلاة العيد كنا بنعرف أنها بتكون بأماكن مفتوحة المصلة فبيكون اللباس تقليدي واللي حابب يلبس لباس تاني بس يرجع من المصلة بيلبس اللباس تاني العادي فزي ما بتشوفو كل لبسة لونها عندها أكسسوارات الأكسسوارات هي التاج والحلق والحزام ويعني أشياء جداً رهيبة أتقم الجلسة بتكون رائعة وزي ما قلت هون رح تشوفوا معي الأكسسوارات في يعني كل لبس عنده أكسسواراته عقيق جوهر لوبان يعني له أسماء كتير عديدة هاي اللبسة الفاسية معي هون إذن بتشوفوها يعني بتحسوها شوالي غريبة اللباس من منطقة الشمال أو اللباس الريفي اللباس الرباطي كمان من منطقة الرباط هاي من منطقة فاس يعني اللباس تراتي العروس عندنا بتلبس تقريباً حوالي 8 لبسات يعني بتغير في كل ساعة تقريباً بتروح بتغير لبسة واحدة تانية بتدخل باللون الأبيض بعدين بتختار ألوان الملابس اللي هي حابهم فكل اللباس إلو لون أو إلو ألوان مختلفة يعني ممكن تختار الإش اللي بناسبك العمارية عندنا كذلك بألوان مختلفة العمارية هي هاي اللي بيحملوا عليها العروس بتكون باللون الدهبي باللون الفضي بصراحة الأكسسوارات رهيبة وكتيرة حتى الأشياء اللي بتكون موجودة قدام العروس لما تكون بتعمل حنا أشياء جداً رائعة كل واحد يحب يختار اللون اللي هم بدوياه هون عندنا اللباس الأمازيغي تبع منطقة الأمازيغ جداً رائع بيكون الأشياء من الفضة احنا كنقوله في المغرب النقرة يعني الأشياء الفضية واللوبان اللي لونه أورنج هادا ملفوف هاي الأطقم بتكون غالية مش سعرها رخيص كنا بنعرف الفضة كمان بتنشرب القرام اللباس هون تبع العروس فيه أشياء منها أصلية وفيه أشياء مش أصلية حسب قدرة أي شخص هذا اللباس الصحراوي كمان من منطقة الجنوب عندنا وهذا الأكسسوارات الأمازيغية جداً رهيبة الأطفال الصغار اللي هم الولاد كمان بيمتازوا أنهم يركبوا على الخيل ويلبسوا اللباس التقليدي كمان الخاص بالشباب عندنا أو بالرجال أو بالأطفال اللي بيكون زي هيك تقم من ثلاث قطع أو من قطعتين وكمان الطاقية معاه والبلغة اللي بتنلبس في الرجل شيء كتير باقول لك بينبستوا عليها الأطفال وهلأ رح خليكم مع مقتطفات من حفل اللي أنا عملته في المغرب اللباناتي عملته إلي عملته إليهم أمي الله يطول بعمرها ويخلي لها صحتها كانت هاي تاني مرة أول مرة كانت بنتي الصغيرة أصغر من هذا العمر فكانت هاي تاني مرة فكان جدا رائع نبسطوا جربوا التجربة هاي هما ما شاء الله بيصوموا حتى السنة هاي بيصوموا يعني وأنا بعلمهم أن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيكافهم على هذا الإشي وهاي فقط عادة من عادات المغرب هاي الأيام الأخيرة احتفالا وتشجيعا وتكريما لهذا الطفل اللي صام فبيعطوه هذا الحفل المبهج الكبير بتكون هيك خيمات بالشارع أو بالحارات وبيعملوا هاي الحركة للطفل فبيخلوه يستمتع ويحس اللي حاملين العروس هدولة كمان بيكونوا ضمن طاقم العرس يعني العرس المصغر هاد كمان بيلبسوا ألوان مختلفة بتلبق لون اللي بتحبوا العروس أو اللي تيم أو يعني شي اللي مشت فيه العروس بعرسها يعني هي حابتهم يلبسوا أخضر رح يلبسوا أخضر حابتهم يلبسوا أبيض رح يلبسوا أبيض فزي ما قلت هون بيكون فيه مصور بتكون فيه كاميرا وبتضل عندهم صور ذكرى وبيعيشوا هاي البهجة وهاي الفرحة اللي صحيح هي لحظة ما بتتعود يعني وشيء حلو شيء حلو لهم أغلب الناس بشجعهم إنهم بيعملوه في العيد ومش بالعشر الأواخر لأنه أكيد الناس بتكون ملتهية في الصلاة وفي القيام بس بيخصوا هيك وقت صغير للأطفال وبيعطوهم هاي المتعالة حتى تضل ذكرى عندهم بتمنى أكون خفيفة عليكم وإني أكون يعني أعطيتكم إشي حلو اليوم وإن شاء الله يا ربين عاد علينا رمضان أعوام مديدة يا ربين بصحة وعافية وإن شاء الله رح نتقابل مع عادات جديدة